بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس من الشابتر السابع بعنوان Revolved Section View سوف نشرح عملية Section اللي هي هنا عملية خاصة اسمها Revolved Section View بالنسبة لهذه الطريقة عندنا بعض النقاط Revolved Sections Show across sectional future of a part النقطة الثانية No need for additional orthographic views والنقطة الثالثة This section is especially helpful when a cross section varies هنحاول نشرح الملاحظات هذه باستعمال بعض الأمثلة هذا المثال الأول بتاعنا لو نظرنا في الاتجاه هذا ورسمنا the elevation أو the front view هنتحصل على هذا الشكل بعدها هنجيب إيه هنجيب المنشار بتاعنا أو the cutting plane ونقطع المجسم على هذا المستوى والخطوة الثانية هنعمل إيه هنسحب السكشن بتاعنا بره وهنعتبر أن المجسم بتاعنا هيرجع المكانه وهنلف السكشن بتاعنا بزاوية إيه بزاوية 90 هنرسمها في ال front view على هذا المستوى عملية القطع هذه أظهرت أن على هذا المستوى عندنا إيه عندنا سيركل داخل السيركل بتاعنا فيه مادة ممكن تكون حديد خشب ولهذا السبب هنا قمنا بالتهشي فيه مراحل بالنسبة لل revolver section view أول مرحلة عندنا step one assign portion of cutting plane لازم نحدد مكان القطع بتاعنا هنا هنجيب المنشار وهنعدي المنشار على هذا المستوى بتاعنا والخطوة الثانية هنعمل إيه draw axis of rotation يعني هنرسم cutting plane أو axis of rotation view في elevation أو ما يسمى بالfront view والخطوة الثانية هنرسم edge view of cross section هذا الخط بيسمى edge view هذا الخط كمان الخطوة الثانية transfer the depth dimension to the front view هذا المفروض الدبث بتاع القطع بتاعنا هنوديه فين هنوديه للfront view وهنعمل إيه هنعمل rotation بتاعه هذا الدبث بتاعنا والخطوة اللي بعدها هنحاول نضع الدبث ده السمك بتاعه في البلان والخطوة الثالثة draw the revolved section هنرسم السكشن اللي قطعناها هنشيل هذا الجزء نرميه وهننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم إيه revolved section هذه المفروض السكشن بتاعنا بعد عملية القطع هنرسمها فين هنرسمها في البلان هذه السكشن بتاعنا وبعدها إيه هنضيف add section lines هنعمل عملية التهشير عشان نبين أنه المكان هذا فيه material وفي النهاية نتحصل على هذا الشكل بعد إيه بعد revolved section view ترجمة نانسي قنقر